رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين لسا مكملي مع بعض فقراتنا وصرنا دلوقتي للفقرة مهمة جدا عايزة اقول انه على مدى العام الماضي نضلت المرأة العربية والمصرية للمطالبة بكل شجاعة للحقوق المرأة وكمان ايضا للحرية لفتت حريتهم وشجعتهم كل انظار العالم يعني مثلا على سبيل المثال في ديسمبر اللي فات اصبحت اليمنية توكل كرمان اول امرأة تحصل على جيزة نوبل للسلام لسمو مبدئها ونشاطها الديمقراطي كمان على سبيل المثال كل امهات الشهداء اللي ضحوا في سبيل الحرية وفي سبيل ان احنا نعيش حياة افضل الفترة اللي جاية ان شاء الله وطبعا كلنا بنشاركهم احزانهم وكلنا بنشاركهم اوجعهم واحزانهم اللي هم بيعيشوها كلها من احتفل النهاردة بالمرأة بكل امرأة مصرية وايضا عربية بكل انجازاتها وانتصاراتها من خلال فقرتنا النهاردة اللي بتكون دفتنا فيها الاستاذة هيلة البدري الكاتبة والصحف الكاتبة ومدير تحرير مجالة الازاعة والتلفزيون صباح خير يا فاند صباح لامبير عايز اقول طبعا انه في البداية كده من اهم الانجازات لحققتها المرأة العربية والمصري هو تكرين لجنة المرأة السويدية ومجالة أوتل لتحت اشراف الاكاديمية السويدية مظبوط؟ مظبوط صحيح في الاول كده كواليس وقصة التكريم تحكي هلنا كده عايزين نعرف كل حاجة حصلت في كواليس التكريم ده هو انا جات لي دعوة من لجنة المرأة في بين الدولي فرع السويد الاحتفال بيوم المرأة العالمي مع مجالة أوتل ودي اكبر مجالات الادبية وهي مجالة طبعا عامة يعني ليست للنساء بالاحتفال بيوم المرأة العالمي منه مواجه للثورة العربية فعملوا دعوة لكاتبة أو مدونة من كل دولة عربية قامت بثورة من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن لكن يعني المدعوة من ليبيا الاستاذة رازان مغربي كاتبة رازان مغربي ما قدرتش تيجي يعني ما عرفتش تخرج من ليبيا وقدرت انا اروح من مصر وقدرت لينا بن مهنة تروح من تونس وكان فيه اتنين واحدة من سوريا اللي هي منهة للسراج هي تعيش في السويد تعيش في استقلم يعني واخد لجوء سياسي وكذلك افرح بن ناصر من اليمن واخد لجوء سياسي في السويد طيب فهم عملوا قمسية للاحتفال بالثورة العربية اوه عايزيني نعرف شكل الاحتفال وإيه اللي تم فيه كمان هو شكل الاحتفال هما دعوا لليلة مع الثورة العربية يعني في اكبر المسارح في استوكهول من مصرح اسمه درامتان زي المصرح القومي عندنا وعملوا يعني احتفال غنائي كده مع اكبر واحدة من اكبر المغنيات السويديات اسمها أن بيرن بدأت الحفلة يعني بالغنى وعن الثورة وعن الحرية وبعدين عملوا حوار معنا على المسرح يعني جابوا مزيعة وعملوا الحوار قدام الجمهور وسألوا عن الثورة العربية كل واحدة في بلدها يعني قدمت الثورة وقدمت يعني دورها فيها وكتاباتها عنها وبعدين عملوا ترجمة لأعمالنا الأدبية وجابوا ممثلات للمسرح أروا القصص بتاعتنا فيه باللغة السويدية والانجليزية أنا شخصيا صممت أن أنا أقرب العربي يعني بجانب الممثلات السويديات يعني وبعد كده عملوا حوار تاني ما بيننا وما بين بعض إحنا حوارنا بعض وبعدين حوارنا الجمهور إخراج التكريم أستاذ هالة كان شكله عامل زي كان مبهر كان فيه اهتمام كبير جدا من الموضوع يخره بشكل حلو جدا ده ملفد للنظر جدا يعني يعني إحنا عملنا ثلاث بروفات قبل ما نطلع على المسرح يعني حضينا ثلاث بروفات ثلاث بروفات مع المخرج هي مخرجة بالصدفة يعني ومع الممثلات والإضاءة كل حاجة كل الكست بتاع المسرح كان شغال طول النهار معنا يعني حتى المزيعة اللي كانت هتقدم الحفلة كانت موجودة معنا طول الوقت وبتعيد الأسئلة بحيث أنه يبقى فيه يعني ساعة لما نقابل الجمهور لأن التذاكر قبل ما ناوصل كانت خاصة يعني كان فيه إقبال غير عادي للجمهور في استوكولم بحيث أنه كان يعني حتى وإحنا قاعدين على الغدب نسمع محاولات من ناس كتير وشخصيات كبيرة عامة عايزة تيجي الاحتفال لك ما فيش تذاكر والله يلاحب يغير بقى يعني اللي بقى من تحصل غيره بقى لوانا صدينا احنا كمان يبقى عندنا كل حاجة تطلع بشكل مبهر كل حاجة تطلع بالخطوة يعني إزاي هنمشي وهنقف وهنعمل والحكاية تمشي إزاي والناس تبقى عارفة الأسئلة بتاعتها صح إن كل حاجة يبقى مخطط لها طبعا أنا عايزة أقولك أنهم شباب صغير ما فيهمش حد كبير قوي غير الممثلات ممثلات بس لأنها ممثلات من فرقة عريقة يعني درامتان ممثلات يعني شك أنه الشباب الصغير يقدر أنه هو يطلع حاجات بشكل مبهر ده لا بالعكس بالعكس أنا عايزة أقولك أنه دي فرصة أنه هما يعني يبقى الموجود مسؤول شابة صغيرة المخرجة كانت شابة صغيرة لكن دقيقة يعني الميزة في هي في مسألة الدقة أنه كل وقت لي معاد وبعدين بيعملوا وقت طويل في الحوار مع الناس اللي هيقدموهم بحيث أنه أنا لاحظت ده بعد أثناء الاحتفال نفسه أن كمية المعلومات اللي خدتها المزيعة اللي هتقدم الحفلة مننا وإحنا قاعدين يعني عزمونا على الفطار مثلا قاعدين بنتكلم بشكل عام عادي من غير أسئلة اللي بتتعودوا على بعض الأول بسأل عن الحياة العامة والحياة الشخصية ما جاءت تقدم بقت بتكلم كل واحدة فينا على إنها عرفاها أيو تمام إحنا دلوقتي تكلمنا على شكل الاحتفال أكيد أي حد بيعمل عمل وبيتكرم عليه ده بتبقى حاجة يعني كويسة قوي بالنسبة له وبتشجعوا إحساس حضرتك وأحساس الأديبات المشاركات بهذا التكرين كان إيه؟ إن إحنا صوتنا بيوصل للعالم يعني أولا الناس كانت متابعة مصر ومتابعة سوريا ومتابعة اليمن وتونس بشدة يعني وعارفين كل حاجة الأسئلة اللي كانت بتوجه لنا من الجمهور أسئلة خوف على المستقبل الناس كانوا فرحانين قوي بالثورة ودلوقتي قلقانين جدا على مستقبلها فتحس إنهم كأنهم عايشين معاك في مصر يعني كأنها بتقولي نفس المخاوف اللي موجودة في كل بيت إنهم في الخارج مهتمين فعلا بالمرأة العربية وبالأحداث السياسية كمان اللي بتحصل في الوطن العربي في الوقت اللي إحنا فيه بالزبط بالتغيير اللي حاصل تغيير اللي عملته والثورات العربية طب ونظرتهم تجاه التغيير اللي حصل ده إيه؟ يعني هم طبعا مبسوطين جدا من فكرة إنه فيه مجتمع بيتحرك ناحية الديمقراطية يعني أظن إن الغرب مهتم قوي بالمسألة دي يعني حتى الناس على مستوى بعيدة عن الحكومات يعني إحنا بنتكلم على جمعيات أهلية أو على ناس عاديين يعني بشر عاديين المسائل الإنسانية اللي بتمس كرامة الإنسان وبتمس حقه في إنه يقول صوته حقه في التعليم وحقه في الصحة لأن المجتمع السويدي مجتمع مرفخ جدا مرفخ لأنه اقتصاده عالي يعني هو مش مرفه من فراغ هو مرفه لأنه هو قدر يوصل المجتمع بتاعه إنه يكون عنده ناتج قومي يخلي الإنسان قدر يعيش حياة كويسة يعني كل الناس تتعلم بشكل مجاني يعني يكاد يكون المجتمع السويدي ده في مجمله أقرب إنه يكون مجتمع اشتراكي بالمعنى اللي احنا نفهمه للعدالة الاجتماعية طالما إن فيه صحة كل الناس بتستمتع بمميزات رعاية صحية واجتماعية وتعليم يبقى إيه اللي فاضح؟ يبقى إيه اللي فاضح؟ بالزبط كده ترجمة الأعمال الأدبية للغات كتير ده بيعمل حاجة في الفنان أو في الأديب أو في الأديبة اللي بيكون لها عمل وبعد كده بيترجم للغات كتير نقدر نقول إيه؟ ده تكريم للأديب لما أعماله تترجم لأكتر من لغة ونقدر نقول عليه؟ إنه قادر يوصل لناس أكتر لأنه طبعا أنا يهمني أكتر أن الناس في اللغة العربية يقروني أكتر ما يهمني أن أنا يقراني أي حد في أي مكان في العالم لكن يعني العدد بيختلف حالك بتقولي أن أنت يهمك أن اللي يقراك اللي يقرأ أعمالك هم اللي هم بيكلموا نفس لغتك اللي هم مصريين العرب ليه ما يبقاش تقف طموحنا أعلى من كده وأنه العالم كله هو ميرى الأدب بتاعنا ويعرف ثقافتنا ويعرف إبداعنا شكل عامل إزاي أنا قريدي شغلي مترجم لتسع لغات لكن أنا بتكلم على أن أهمية ده الأول أنا همني أكتر أن أنا يقراني العرب يقراني الناس اللي بيستخدموا اللغة بتاعتي لأن أنا بتكلم عنهم يعني أنا شغلي خارج منهم ويهمني أن الأفكار يتوصل لهم هم الأول ده اللي يهمني أكتر كون أن أنا شغلي يعني مستوي يشجع بعض الدور الناش أنها ترجموا للغات تانية ده كويس أنا ما بقولش أنه أنا ضد ده بدليل أن أنا موافقة عليه لازم أي حد يترجم عمل لازم أنا أوافق عليه حالك عندك تسع أعمال آه لكن لا أنا عندي 14 عمل لكن التسع لغات لكن أنا بتكلم على الفكرة أن الأول يعني أنا عندي حرص على أن شغلي ده ينتشر جوه العالم العربي أنا دلوقتي بأترجم يعني أعمالي بتتبع في لغات التانية أكتر من العربي ودي حاجة تخد أنه ترجمة الأعمال بتخلي ناس تانية تقراكي على مستوى واسع لكن أنا عايزة بدل ما يبقى كل طبعة عربية بيبقى فيه قدامها 3 أو 4 باللغة الإنجليزية مثلا لا أنا عايزة يبقى فيه 15 بالعربي قدام لا طبعة واحدة بالإنجليزي بتشوفي ثقافتنا المصرية وصلت لحد فين يعني إحنا تالي ناس بقالها كتير قوي ما مسكتش حاجة قريتها يعني إلا طبعا استثناء طبقة معينة أو استثناء ناس معينية دايما الإراية هي هوية ناس معينين عمر الإراية في أي مجتمع ما كانت يعني بشكل عام زي ما أنت متصورة بنسب بتزيد لأنه فيه وسائط أخرى دخلت في حياتنا زي التلفزيون تعرفي الآيبود الصغير ده لما هيرخص ويبقى زي الموبايل كده وممكن الناس تتدولوا بسعر الرغيس الناس هترجع تقرأ كتب تاني من خلال دلوقتي أنا بشوف في أوروبا الشباب الصغير اللي كان بيمسك ولا حتى الرجالة أو السيدات الكبار في السن كانوا بيبقوا في المترو أو في المسكين كتاب دلوقتي بقوا مسكين الآيبود ده أنا شفت ده كثير جدا يعني شفت السيدات كبار جدا في السن وعندهم لابتوب وعندهم عايزة أعايزين يتعلي بيقروا كتاب في الآيبود وده وده حيحصل يعني فيه حاجة حضرتك مش عايزنا نعملها إن احنا نقسم المجتمع للراجل وست بس أنا أسألك سؤال دلوقتي في ظل الظروف السياسية واللي احنا بنمر بيها فيه دلوقتي تقلص لدور المرأة احنا شايفينه بشكل ملحوظ وخصوصا في مجلس الشعب ليه حصل التقلص ده أولا لأنه فيه طيار سياسي بيهمش المرأة وإحنا فاهمين ده وهو طيار ودي وجهة نظر غلط وهو بيدرك هذا أنا أظن إنه يعني نديهم بس فرصة إنهم يتحركوا في وسط الناس ويعرفوا طلباتهم وفي نفس الوقت إحنا منسكوتش على ده يعني مش معنى إنه نجح في مجلس الشعب عدد من الرجال أكبر واضطرينا ندخل بالتعيين كام سيدة علشان تكون عضو مجلس الشعب ده مش معنى إنه إحنا نسكت على كده لازم المرأة تنزل للناس وتلعب الدور اللي تخليهم يختروها صحيح إنه هتلاقي مقاومة جديدة جدا لأنه المجتمع كله يعني دلوقتي بيتجه إلى يعني إنه يتحكم فيه طيار سياسي واحد لكن أنا ما ظنش إن مصر ها يستمر فيها ده كتير بالنسبة لسيدة مثقفة يعني زي حضرتك في ديسمبر الماضي حصلت السيدة توكل كرمان على جهزة نوبل للسلام ده لستمو مبادئها ونشطها الديمقراطي ده بيعمل إيه في النساء العربيات اللي عندهم طموح اللي عندهم إبداع ومش عارفين يطلعوه أو بيقولوا خلاص بقى أنا مش هقدر أوصل لحاجة زي دي بالإصرار قدرت السيدة توكل كرمان إنها توصل لحاجة ما حصلتش بقالها أو ما حصلتش سنين وسنين يعني توكل كرمان أصلاها حالة خاصة جدا لأن المجتمع بتاعها يعني مش عايزة أقول إنه شديد التخلف مجتمع قاهر بالمعنى الحرفي يعني اليمن وضعها مختلف تماما رغم إنه اليمن يعني جزء منها ما كانت متقسمة شمال وجنوب اليمن كان فيها أحسن قانون للمرأة أحسن قانون للأسرة على مستوى الوطن العربي كله كان عندك ثلاث قوانين مهمين جدا ونفسنا إنهم ينتشفوا في العالم العربي كله في اليمن وفي تونس وفي العراق اليمن اتدششت زي ما انتم شايفينه وغزاها يعني مش عايزة أقول التخلف الحقيقة القبلية أكتر من المجتمع المتحدر والعراق في حالة حرب وتونس تناضل الآن من أجل هذي القوانين فظهور توكل كرمان هنا ما بيبقاش السبب توكل لوحدها إنما ظهورها من مثل هذه المجتمع هذه المجتمعات في مصر في عندك عشرات الأمثلة لزي توكل كرمان لكنها عادية في وسط مجتمع متحدر زي المجتمع المصري لكن هي وسط مجتمعها حالة حالة خاصة جدا إنما يعني بقيت سؤالك طبيعي جدا أولا المرأة المصرية دي بتشتغل من فجر التاريخ يعني نزول مرأة المصرية للعمل فاللحة تنزل من فجر ربنا الغيط من فجر التاريخ يعني المعابد الفرعونية بترسمها جنب الراجل بتشتغل معا من أول يوم ففكرة تقسيم المجتمع دي تقسيم طبقي يعني ملوش علاقة بالمصريين خالص مصرية بتشتغل طول عمرها مسألة إنه تنزل الطبقة الوسطى اللي هي بعد فترات احتلالة تركي بقى فيه رؤية إن المرأة لازم تبقى هانم وتبقى في البيت فده يبقى تكريم فيها لما دخلت حركات التحرر للعالم العربي يعني بعد النظام التركي ده والاحتلالة العثماني بدأ يبقى فيه الحالة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي من بداية القرن المرأة المصرية موجودة جوه الشارع ومتعلمة وبعد ثورة يوليو كله متعلموا بنفس النسبة فإنتي بتتكلمي عن مجتمع تاني مصر مش أي مجتمع حدش كان يتخيل أبدا إن احنا كان ممكن نعمل ثورة وننجح ونطيح بنظام بقاله السنين وسنين تفتكري ممكن كمان الانفصام الشخصية اللي عند الرجل المصري تجاه المرأة اللي هو بيرمي بكل المسئولية عليها وفي الآخر بيرجع يقول أنا القائد أنت دورك مقنن جدا أو محدد جدا أنا اللي بعرف أعمل كل حاجة أنا كل حاجة وبمع ذلك هو اللي بيرمي عليها بالمسئولية أنت ممكن تطلع المرأة المصرية من جوه نقول إيه مثلا نقول الكهف تطلع وتطلع وتبدأ الراجل يديها الاسم ده يعني يشاور عليها أنا أعرف من جوه أن المرأة المصرية يعني دورها إيه في البيت وأن أغلب البيوت المصرية قائمة على دور الست وأن هي بتبقى الست بتبقى معيلة في أغلب الأحيان بس الراجل ما بيبقاش عايز يعترف بدورها عشرة أنتوا بتسألوا كأنه يعني أنتوا بستنين حد يديكو ده أنتوا بستنين حد يديكو ده ليه إحنا ناخده بيدي يعني أنا عايزة أقولك على حاجة أولاً دي مسئوليتكو مسئولية مباشرة ما حدش يقولي الراجل المصري هو اللي بيعمل كده ده غير صحيح لأولاً أنت اللي بتربيه يعني أنت مش عارفة أن أنت كأم أنت اللي بتطلعي الشاب اللي هيجوز واحدة زيك بعد كده أنت اللي بتربيه على هذه المعلومات وأنت اللي بتغرسي في مسألة التفرقة لكن أنا ما بتكلمش عليكي أنت بصفة شخصية يعني الجيل بتاعنا بدأ يبقى عنده وعي والجيل اللي قبل كان عنده وعي أكتر من الجيل بتاعك يعني الجيلنا إحنا بقى رفض أن يعود في البيت وكل البنات اللي تعلموا في جيلي أنا نزلوا اشتغلوا في حين أن جيلك عدد كبير منهم قاعد في البيت وقاعد في البيت لأنه مش لاقي شغل لأنه عايز ترفع الأمر مختلف يعني أنتوا بدخلين الحاجات في بعضها لأ بس أقول حضرتك بحاجة برضو الجيل بتاعك هو اللي مدلعنا معلش الجيل بتاعنا إحنا لأنه نزل الشارع وأصر لأنه كان ده قصة كفاح طويلة أن جيلي يبقى البنت الفقيرة فيه بتتعلم وتنزل تشتغل لكن بناتنا عدد كبير منهم ما بقاش عايز يشتغل شاف أنه ما فيش فرق كبير أو أن الست اللي بتشتغل كانت بتتعب عشان كده جيلي بناتنا قاعد فيه ناس كتير لكن ما تجيش تسألي السؤال ده وإنت اللي بتربي كل هؤلاء الرجال أنه يتعاملوا مع النساء بهذا الشيء نحن نبدأ نربيهم طريقة نبدأ نربيهم على الاتجاهات اللي احنا عايزة عايزة أقول أنه عايزين نعرف في نهارك سعيد طبعا لكل المشاهدين اللي بيشوفون عايزين نعرف أعمال حضرتك القادمة إن شاء الله هتكون إمتى هتتبروز في إيه بزدفع؟ طبعا أنا مازلت مستمرة في أن أنا أكتب قراءة في أوراق الثورة بحل الأوراق الثورة كل أسبوع وإن شاء الله ده بعده كتاب يعني عندي رواية جديدة بشتغل فيها أخيرا يعني لأنه طول السنة اللي فاتت كان فيه صعوبة جديدة أنه أي حد فينا يعمل مشروعه الخاص لأنه البلد كل يوم كان فيها أحداث بتشدك وتجذبك أنك تنزلي الشارع تتعاملي مع الأحداث كل يوم فربنا يسهل يعني رواية جديدة كالمعتاد يعني لما تخلص يعني بنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله نبقى مع بعض مرة في لقاء آخر عشان نتكلم أكتر باستفادة عن أعمالك والطريقة والتواجه اللي بتكتبي من خلاله أنا بشكرك جدا على وجودك معنا نهاردة وألف مبروك كل المرأة العربية والمصرية صباح الخير صباح الخير أستاذ هالة البادري الكاتبة ومدير تحرير مجلة الإزاع والتلفزيون نورتينا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا لسا مكملي مع بعض في نهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر